تقول صاحبة القصة أنا مهندسة قد تم تعييني في مكان مرموق تقدم للزواج مني زميل من زملائي اسمه يوسف أنا شخصية عقلانية ولست عاطفية بحثت مع أمي ظروفه هو ميسور الحال والداه محترمان تم الزواج أغرقني بمشائره التي لم أعرف كيف أستقبلها فأنا شخصية عقلانية ومنهجية أما هو فشخص عاطفي جدا لدرجة البكاء أحيانا أنجبت منه طفلة أسميناها رقية هي ووالدها يحبان الأحضان والحركة ويتكلمان كثيرا ويتحركان ذوما وليس أقلانيين كنت أكره ذلك النمط ثم أنجبت طفلة أخرى أسميناها رهام والعجيب أنها مثلي تماما عقلانية تتحدث بحساب أشعر معها بارتياح بصراحة أعترف أني كرهت من داخلي شخصية رقية لكن كان عندي أمل تتغير لكثرة الانتقاد وتتحول لشخص هادئ لكن ما حدث هو أنها بقيت حركية لم نتفق على شيء في يوم ما فكنت أكره ذلك النمط كنت دوما أقارن بينها وبين رهام العاقلة وبين أشوائيتي رقية أو بالأحرى بين رزانة رهام وتهور رقية زوجي كان يميل لرقية وكان يصفني بالجفاء العاطفي كنت أرتقي في عملي وسعيدة جدا لكني لاحظت مع تقدم البنات بالسن ميل رقية إلى أبيها وحضنه وتباعدها عني وكرهها لانتقادي أما رهام فهي مريحة وعقلانية ولكن فجأة توفي زوجي في حادث مروري وكانت رقية بالإعداد ورهام سالس ابتدائي سعرت أن سهما اخترقني رحيل الزوج بالفعل عصيب تذكرت جفائي معه سعرت بحرقة في قلبي لكن رقية منهارة تماما وبعد الإنهيار فهي مندفعة ومتهورة وتشعر أنها بلا ضابط ولا رابط ورهام حزينة جدا فوجئت أن رقية دوما في أنعزال وتتباعد عني وعن أختها أصرخ في وجهها فتصرخ في وجهي ثم مرة هددتني أن تترك البيت اتهمتني بعدم حبي لها وبالفعل تركت البيت كنت كالمجنونة أبحث عنها هنا وهناك إلى أن كلمني والد صديقتها وأخبرني بوجودها مع ابنته وزوجته بكيت بحرقة ربما أكثر من يوم وفاة زوجي ما الذي ينفر هذه البنت مني؟ أنا محددة حازمة صارمة لكن لست طويلة اللسان ولا أضربها إلا نادرا طبعا عندما فعل شيء يستحق ذلك ولكنها كانت مثلها مثل أبيها نفس العاطفة المفرطة التي لا أحبها طلب والد صديقتها أن يراني ويتحدث معي فهو طبيب نفسي قال لي أن رقي محبة أحضان وأنها تفتقدني وتشعر بكراهيتي لها وتفضلي ريهام عليها قلت له طبيعي لأن ريهام أعقل قال لي جملة عجيبة رقي مختلفة عنك أحب اختلافها أولادنا ليس من الضروري أن يشبهوننا الحياة تحتاج الجميع رقي قد شوهت نظرتها لنفسها وتقول أنك لا تحبينها شعرت بالطيق الشديد قلت للطبيب أحبها والله ولكن قاطعني ابنتك مختلفة الطباع عنك هذا ليس سوء فيها لم أقتنع وعادت فأعطيتها محاضرة طويلة في الأدب فبكت كثيرا لاحظت بعدها أنها أصبحت أكثر عزالية ساكتة دوما تحتضن ذكريات أبيها رهام مريحة وتفهمني وتفهمني وأفكر دائما ما فائدة هؤلاء العاطفيين وأنهم عبء على العقلانيين هي وأبوها الله يرحمه شخصيات مريحة مضت حياتنا في صراع تزوجت رقية من شخص عاطفي مثلها فهو دوما يقول لي يا ماما وأنت مثل أمي المهم أنها ذهبت من البيت رهام حبيبتي تزوجت من دكتور بالجامعة أصبحت وحدي بعد فترة أصبت بمرض السرطان ردود رهام العقلانية ماما اهدئي لا تتعصبي فكري مليا في الشفاء أما رقية فكانت تبكي من أجلي وتدعو الله لي كثيرا عندي موعد الطبيب رقية تحمل ابنها الرذيع وتكون عندي بسيارة زوجها قبل الموعد أما رهام فتعتذر لأن لديها تعب الحمل وأيضا لا تستطيع ترك ابنها وحده وتتعذر بأشياء أول مرة بحياتي وأنا مريضة بالسرطان أعرف أن العواطف لها قيمة حضن رقية يهون علي آلامي رغم أني لم أحبه أبدا أشعر أني وأنا في الخمسين طفلة زوج رقية يقول لي من قلبه سلمتك يا ماما وبدأت أتساءل كيف كرهت العواطف والعاطفية رهام حزينة لكن دعمها بحساب تماما مثل شخصيتها أما رقية وزوجها دعمهما وعطفهما بلا حساب بكيت من قلبي وتذكرت سابق حياتي احتضنت رقية كم هو جميل حضنها بكت وبكيت هل في العمر متسع لأستمتع بما لم أفهمه أم أن الأجل قد دنع دعوت الله من قلبي يا رب اشفني وامنحني العمر كي أسعد بابنتي المختلف عني وبالفعل تم شفائي والحمد لله رب العالمين أنا ورقي لا نفترق أشعر أني اكتشفت كنزا كلامها يؤنسني وحضنها يهدئني لا تكرهوا اختلاف أولادكم بل أحب اختلافهم وتقربوا منهم لا تشوهوا نظرتهم لأنفسهم بسبب أنهم لا يشبهونكم فأنا ورقي نحيا الآن بأسعد أيامنا أسعد الله أوقاتكم وأحياكم على طاعة الله عز وجل وذمتم سالمين غانمين